السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنوضح لكل حبة هنا لماذا عندما نقوم باستزراع أو زرع الحلبة على طبق فل أو طبق بلاستيك استخدام المنزيل الورقية أو القطع القطنية المبللة بالماء نجد أنه بعد مرور من أسبوع لعشر تيام على الأكثر أن النبات بيموت لماذا؟ لأكثر من سبب السبب الأول أن نبات بعد النمو خضرياً يحتاج لمكان أكبر لسرعة انتشار جزوره أو حيث يسمح بتواجد جزوره وطبعاً في الطبق ليس سيكون هناك مكان لكده السبب الثاني أن أساساً كمية الغذى الموجودة حوالين النبات في الطبق أو القطنة أو المنديل اللي مازلوا فيه لا تكفي لكي يكمل دورة حياته لأنه في الأساس مزروع ماء في الماء والماء لا يحتوي على أي علاصر غذائية يستطيع أن ينتصها النبات وعلى ذلك فيجب أن يتم لقله بعد إن باته هدى تربة أو تين كي يكمل دورة حياته وعلى ذلك لا يكمل دورة حياته ويموت وأصفرد آخر الطبق البلاستيك حسسنًا شكراً لكم لكي أمود من هناك اشتركوا في القناة